السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم و مرحبا بكم معي من جديد كانت من تكونوا باخر و الاخر و انتم ما تشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله جيت لكم بطريقة الكمام و حد طرس اللي يجي غزال في الكمام اللي ستندخل فيه جوجد الوينات اللي عقيق المهرس و بالنسبة لها تجلبة مخدمة بالطرز كيف ما كتشوفوا بونت كروة لدي الكمبيوتر ولكن صراحة اللي بنا تشوفوا كيفش كيبان كيبان بحل دي اليد يعني ما غاكينش الفرق ما بينو بين دي اليد و لنقسمة البنات كون ما قالوا لش دي الكمبيوتر ستحب لي دي اليد يعني ما تكون خدمة دي الو غزالة بزاف صراحة غا نستغنى على بونت كروة دي اليد بالنسبة لطريقة دي الكمام غادي نشاركها معاكم ان شاء الله في هذا الفيديو غا تقولوا لي عليش ما شاركتيش معانا طول دي الاجلالة الملاقية دي الاجلالة البنات دايجة كنت شاركتها معاكم من بعد ان شاء الله في الخرض للفيديو غا نوريكم جلالة و غا نوريكم كيفش جات يعني الملاقية دي الها و طبيعة الحال طريقة الملاقية غا نخليها لكم في صندوق الوصف لانا ما نقدرش نعود لكم الموديل جوج ديال المرات لكن طريقة دي الكميمات اول مرة غادي نخدمها ذاك الشي الليش قلت غادي نشارك معاكم بطريقة الكمام من بعد اني لكم استعراض ديال الموديل باش تشوفوا الموديل كيفش يجي في هاد النوعية ديال التوب لانا بزاف منكم مني كنخدم معاكم شي خياطة كتقولوا يديرها في الاتواب اللي هي السامبل فهذا التوب اللي هو السامبل اللي مخدم كيفما قلت لكم الملاقية بالكروشي و في هاد الزوقة هادي ديال تونت كروه دي با غا ندوزو باش نخدمو الطريقة ديال كبير مدرس اللي هو خيف فقط غادي ندخل فيه كيفما كتشوفوا العقيقات بالنسبة الكروشي كانحتاج نمرة 12.0.60 بالنسبة الحرير الحرير المبروم كيفما دائما عودتكم مؤخرا كنخدم بيها على 5 ديال الشعرات وعندى هنالية جوج اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فهنا ممكن ان تكون لديه اكثر ملقة و شي حاجه هذه ملقة يعني معلقة كتكفيك الجلبة كلها وحتى الكميمات والقب هناك كيفما تلاحدو اه انا كنت شاكت معكم طريقة كيفاش ندخلو اه العقيق في يعني في الخات هنا ايه سنوريكم كيفاش اه دخلت العقيقات بالنسبة للعقيقات كان تدخلو 4 فهدلون و 4 فهدلون و 4 فهدلون طريقة كيفاش تدخلو القيق الرهديجة شاكتها معكم في القناة و هنخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف إذن على بركة الله هذا بغا بدا معكم نخدمة دينا هنا كما تشوفوا دقة الحبيك ديالي على التوب بالغرز الحشو غادي جي هنا لآخر غرزة و أول غرزة غا نجمع بواحد منظلقة على هات الشكل هذا من بعد كندير واحد جوج ثلاثة ديال السلسل دائما لكيكونوا لنا عمود وغادي نجبد عندي العقيق وغادي نبدأ نخدم من الأعمدة بالعقيق غادي ندير العمود الأول بالعقيق وعمود الثاني بدون عقيق هلا هات الشكل هذا من بعد من مراه كذلك بعقيقة اللي من مراه بدون عقيق هلا هات الشكل هذا من بعد كندير بدا عندي كذلك عقيقة من بعد بدون عقيق من بعد هنا كندير هنا كما كتشوفوه كملت هاد اللون هادا لهاد الغوز هو اللي بديت به الأول من بعد غادي ندير واحد جوج ديال السلسل غالو Hanoик الخطع الكروشي غادي نخلي جوج ديال الغرز وغادي نجيل الثالثة وأول واحدة غادي نبدأ بالعقيق هنجبد عندي العقيق يعني نخلي جوج ونجيل الثالثة غادي ندير العمود الأول غادي نقوم باعقيقة العمود اللي من مراه بدون عقيق واللي من موراه بعقيقة وانا كنخدمه كنجبد عندي الخد اللي من موراه بدون عقيق هنايا دخلت على اللون الثاني يعني هنايا تقدروا تديروا بلون واحد كيبقى لكم الاختيار ولكن هنايا الهبطة ديال الجلابة درتها بجوجد الوينة فتل قب و الكمام غن ديرهم بجوجد الوينة باش كيجي الخدمة ديالنا متناسقة لهاد الشكل هادا كيفما كتلاحظوا يعني هناك عندي هنايا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ديال الاعميضة اربعة كيكون فيهم عقيقة و ثلاثة كيكون بدون عقيقة من بعد غدي ندير واحد جوج ديال السلسل لو الخطع الكروشي واحد جوج ونجي للثالثة ونجبد عندي العقيق عش كنقول لكم البنات دخلوا اربعة ديال العقيقة في هادلون اربعة في هادلون باش من اللي كتجوا تخدموا يعني صفي يعني كيكون العقيقة عندكم مواجد وما تقدروش تغلطوا حتى في شيء حاجة اذا نستمر بها الطريقة هادل بدا نخدم بنفس الطريقة هنايا دائما نخدم سبعة ديال الاعميضة اربعة بعقيقة وربعة بدون عقيقة ونخلي فراغ ديال الجوج ديال السلسل وجوج ديال الغرز للحشو ونمشي حتى نكمل الدورة ديال لكم كاملة اذا نستمر بها الطريقة قبل ما نطول عليكم حتى نوصل هنا ورجع معكم مع التتيمة اذا هنرجعت معكم كما كتلاحظوا بد ما كملت الدورة كاملة بنفس الطريقة اللي اخدمت معكم عندما تشوفوا على هات الشكل هذا غير هو واحد الحاجة هنايا في الجيهة ديالي درجوني الوينات وحدة حد وحدة يعني ما غيم كليش انه لانه ضروري مليكة دورو ما عرفتوش فوش غايجيكم هادل لون الخرول لهذا موما نجاني هذا مش مشكيرة كيكون لتحت ديال لكم غادي نجي هنا هنايا اخر بلاسة هيا حتى يبقى فيها جوج ديال غرز الحشو غادي نجمع هنا بواحد منزلقة على هات الشكل من بعد غادي ندير هنا غادي نمشي هنايا غرزة حشو الأولى غرزة حشو الثانية وغرزة الحشو الثالثة هنا كيف ما اشتوا عندي هنايا سبعة ديال الاعمدة غادي نحسب هنا واحد جوج ثلاثة الرابع يعني غيكونوا ثلاثة منه ثلاثة منه الرابع هو اللي غيبقى فيه هاد يعني اللي غيكون فيه غرزة الحشو غلو الخطع الكروشي وغادي نبدأ نعمر الدرس ديالي هاد الفراغ اللي كناك نخليه العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث والعمود الرابع من بعد العمود الرابع غادي ندير واحد جوج ثلاثة ديال الثلاثل وغادي نرجع لهذا المكان وغادي ندير هنا غرزة البيكو من بعد غادي نزيد العمود اللي منموره كذلك وغادي ندير ثلاثة سلسلة وغا رجع هنا هاد الفراغ هاده وغادي ندير غرزة البيكو على هات الشكل كذلك غادي نزيد عمود الثالث لهات الشكل خط احنا هنالبنات احنا نخدموه واخنا نزيدو الخيط هنتون ما دبت ساللي الخيط هنا وغادي نجيه هنا وغادي نشط الخيط ديالي وغادي نزيد فيه هنتون باش يكون الخدمة واضحة وبينه نحاول انا نشارك معكم جميع التفاصيل من بعد ما درت العمود الثالث غادي نضير واحد جوج ثلاثة وغا رجع لهذا الفراغ وغادي نضير على هات الشكل غرزة البيكو من بعد ما اكمل ثلاثة ديال اعميدة غلوية الخيط ونجي له الثلاثة غادي نجي من موراهم ونجمعهم بواحد عمود على هات الشكل هذا كيف ما كتلاحظو هنا كيفما كتلاحظو درت هنا واحد جوج ثلاثة دل اعميدة ثلاثة دل اعميدة اللي كانوا في الواسط بغرز البيكو جميتهم دابا غادي نمشي كذلك وغادي نضير ثلاثة ديال الاعميدة على هات الشكل هذا كيف ما كتشوفو هنا وصلت ثاني خاص نزيد الخيط غادي نجي لهذا المكان هذا هذا تجين الخدمة مقادة هاد الشكل هذا هنا دبما كان حتش العقيق كنا خليته باش ما يبرز 12 صاف وكن نخدم هنا جوج الأعميدة العامود الثالث هنا كنخدم أعميدة عادية عندما البنات باش تشوفو كيف يجي الطريس عندي هنا ثلاثة الأعميدة وثلاثة الأعميدة في الواسط بالغرز البيكو من بعد ثلاثة الأعميدة عادية يعني تسعة الأعميدة اللي غن نعمره في هذا الفارغ من بعد ما نفعل سنجي هنا من بعد سنجي هنا سنجي الثالث وغرزة الحشو هنا غرزة الحشو كيف ما تلاحظوا من بعد سنجي هنا وغرز نعمر هذا الفارغ اللي من مورا من بعد سنجي ونكمل الخدمة ديالي بنفس طريقة هنتو ما العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع اللي سنجي غرزة البيكو يعني الرابع والخامس والسادس هما اللي نجي غرزة البيكو لهذا الشكل هذا كيف ما تلاحظوا يعني الدرس يجي ساهل وصراح يجي زوين وكيعطي واحد المنظر في الكميمات وكذلك حتى في القب غادي نشاركوا معكم تشوفوا كيف شكي يجي في القب والكمام كما تلاحظوا كنخدموهم على هات الشكل يعني بنفس طريقة كنخدموه في القب كنخدموه في الكمام نقدر نقدر ندرو في أي موضل وغادي نجي هنا نجمع بثلاثة بواحد العمود هلها تشكل هذا من بعد عمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث وهتشكل هذا كيف ما كتلاحظوا من بعد غاد نجي هنا واحد جوش ثلاثة يعني هنا ثلاثة غاد نجي للارابع وغاد ندير غرزة الحشو كيف ما كتلاحظوا هتشكل هلها زيد معكم واحد غاد نجي هنا العمود الأول geil العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع غادي نبدأ ندير غرزة البيكو هلها تشكل هذا صرحة يجي درس خفيف العمود الرابع الخامس عفوا غرزة البيكو هل تشكل هذا من بعد العمود السادس وغادي نجمع هنا هالثلاثة دائما نجمعهم بغرزة الحش عفوا بعمود من بعد غادي نجي هنا وندير ثلاثة الاعميدة عادية بحل عادة وانا غادي نستمر حتى نكمل الضراء كاملة اللي هي هاتي انتو ما اشتو كيفاش كيجد ريس كيجد رس رائع جدا اذا غا نكمل الضراء حتى نصل هنا ورجع معكم مع الشكل النهائي الكمام هانتو ما شوفوا كيفاش كيجي وكيجو لها تشكل حتى وصلت هنا كيفما كتلاحظوا ولقيت هنا اه الطرفين وهانتو ما تشوفوا الشكل النهائي ديال الكمام كيفاش كيجي وكيجو لها تشكل هذا صرحة يجيو غزالي بزاف اه درس اللي هو خفيف وكلاس يعني هكا الجلابة اللي كتكون انيقة وكلاس ماشية لو واحد ما يكترش بزاف كيفما كتعرفوا الجلابات ما خاصناش نكتروا لهم الدرس على الكمام انتو ما شوفوا كيفاش كيجي كيجي رائع جدا دابا ندوزوا باش نشوفوا كيفاش درت الجلابة يعني الهبطة ديالجلابة نشاركها معكم وكذلك القب عن الدلوائي بالنسبة للجلابة هذي هي الخدمة اللي درتليها هانتو ما كيما كتشوفوا بالنسبة له ذا الخدمه هذه ذا يزال لها شوفوا دا يجيو حسب مgence وأنتو ما شوفو فتح الارض كيفما كتشوفو يعنيها بطحت了 لها تشكل وهذه الشكل و بالنسبة للقب هيجي على هذا الشكل هذا کیجا كذلك راهبان مازال ما تديتها ش شوفو كيفاش كيجي القب تكيجي على هاتشكل هذا من بعد ان شاء الله نقدر نشاركها معكم على المانكة. اه بالنسبة لجلبة باقي ممسالياش لان اه مولاتها بغا تديها المل قيطة باش يدير لها القيطة. انتما كتجي على هاد الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. فكنتمنى اه الموديلين الاعجاب ديالكم وان شاء الله نتلاقاوا في فيديو مقبل بحول الله.